عبر سائق قاطرات نقل البضايا عن ارتياحهم برفع عدد من نقاط التحصيل في مداقل العاصمة عدن تنفيذا للقرار الذي أصداره القيد عبد الرحمن المحرمي الذي أعلن فيه منع تحصيل الجبايات غير القانونية في جميع النقاط الأمنية والعسكرية وتحدث عدد من سائق والقاطرات في أثناء مرورهم من موقع نقاط التحصيل التي تم رفعها عن ارتياحهم برفع هذه النقاط التي كانت تفرض عليهم دفع مبالغ تتراوح ما بين 10 ألاف إلى 100 ألف ريال في كل نقطة كان يتم تحديدها على حسب نوعية الشاحل